لم تتوقف حكومة العباد عن التحدث مع كردستان العراق بلغة التهديد والوعيد في حال عدم تنفيذها سلسلة الشروط التي أعلنتها مثل نشر القوات الحكومية في المناطق المتنازع عليها وفي معظم المعابر الحدودية والسدود والمنشئات النفطية والمطارات وعلى الرغم من الأخبار التي تفيد عن بوادر انفراج في الأزمة بين الحكومة في بغداد وكردستان العراق إلا أن المشاكل بين الطرفين لا تزال مستمرة في ظل عدم وجود رغبة حقيقية لحل الخلافات بينهما خفض حصة كردستان في موازنة عام 2018 من 17 إلى 12.6% لا يزال على رأس الأمور العالقة بين الطرفين إذ يجد هذا الأمر رفض واسعا من حكومة كردستان التي رأت بدورها إجراء عقابيا للشعب الكردي على مشاركتهم في الاستفتاء على الانفصال الذي جرى أواخر أيلول الماضي اللجنة المالية البرلمانية قالت إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على أن يتم اعتماد نسبة كردستان العراق وفقا للتعداد السكاني كسائر المحافظات العراقية الأخرى بالاعتماد على البطاقة التموينية بينما أشار عضو اللجنة سرحان أحمد إلى أن مجلس الوزراء ألغى الفقرة الخاصة بنسبة 12.6% الخاصة بكردستان بتعديل أدخل على مشروع الموازنة لكن العبادي ترك النسبة في الموازنة دون تحديد النواب الأكراد أكدوا أنهم لا يوافقوا على هذا الإجراء على الإطلاق مهددين بعدم التصويد على مشروع قانون موازنة لا يحدد فيها حصة كردستان بدوره أكد إحسان الشمري المستشار الإعلامي للعبادي أن الحكومة ليست لديها النية بالعودة لاعتماد نسبة 17% كحصة لكردستان العراق مشيرا إلى أن العبادي توصل إلى تفاهمات مع ممثل المحافظات المنتجة للنفط بشن النقاط الخلافية ولم يتبقى سوى حلقة كردستان وعلى ما يبدو فإن إقرار موازنة 2018 مع الإبقاء على تخفيض حصة كردستان من شأنه تعميق الأزمة بين بغداد بعدما شهدته من بوادر انفراج في الأسابيع الماضية